يعطيكم العافية معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي اليوم رح نعمل مناقشة للامتحان التكميلي لمادة تاريخ الأردن للدورة الشتوية عام 2022 عشان يعرفوا طلاب جيل 2004 كيف يحلوا الامتحان الوزاري خلينا نأخذ الآن الامتحان السؤال الأول بحكي للسؤال الأول كل من الآتية تعد من التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس تشريعي الخامس بجلسة استثنائية بتاريخ 22 أيار عام 1946 معدى لما يكتب لي دائما بالامتحان بالوزارة كلمة معدى يعني في عندي ثلاث نقاط صح واحدة إيش غلط فلذلك من التعديلات الدستورية أن الملك هو الذي يعقد المعاهدات والاتفاقيات هاي نقطة صح المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة صح مجلس الأمة هو الذي يعلن الحرب هاي النقطة خطأ ليش لأنه الملك هو الذي يعلن الحرب طبعا تحل عبارة جلالة الملك محل سمو الأمير هاي النقطة صحيحة فلذلك من التعديلات الدستورية في عندي ثلاث نقاط صح ونقطة خطأ اللي هي مجلس الأمة هو الذي يعلن الحرب السؤال الثاني السؤال الثاني بيحكيلي كل من الآتية من بنود المعاهد الأردنية البريطانية معدى وقالتلك بس يكتب لي كلمة في الامتحان معدى يعني في الامتحان بالوزارة في عندي ثلاث نقاط صح ووحدة إيش خطأ من بنود المعاهد الأردنية البريطانية الاعتراف تأسيس الإمارة صح تعيين حدود للإمارة صح يتولى الأمير عبدالله التشريع والإدارة الحكومة مسؤولة أمام البرلمان هاي النقطة خطأ هاي من بنود الميثاق الوطني الأول هاي من بنود الميثاق الوطني الأول فلذلك من بنود المعاهد الأردنية البريطانية في عندي أنا ثلاث نقاط صح الاعتراف تأسيس الإمارة وضع حدود والأمير عبد الله يتولى التشريع والإدارة الحكومة سؤولة أمام البرلمان هاي نقطة خطأ هي مبنود الميثاق الوطني الأول الآن السؤال الثالث العبارة المكتوبة في الجهة اليمين في الجهة اليمين عاكس الناظر له على الشريط الأصفر ايش مكتوب في الجهة اليمين؟ طبعا في الشريط الأصفر في الشريط الأصفر مكتوب في الجهة اليمين أن الملك عبد الله الثاني بن حسين بن عون ليش؟ لأن الشريط الأصفر يقسم إلى ثلاث أقسام يمين وسط يسار باليمين مكتوب عبد الله الثاني بن حسين بن عون بالوسط ملك المملكة الأردنية الهاشمية وباليسار الراجي من الله التوفيق والعون وهنا بالامتحان حكايلة في الجهة اليمنى إذن بالجهة اليمنى مكتوب عبد الله الثاني بن حسين بن عون الآن السؤال الرابع السؤال الرابع بحكيلي من مطالب المؤتمر السور الذي عقد في سنة الثلاثة وأربعين بدعوة من الأمير عبد الله بن حسين اللي هو إلغاء وعد بالفور طبعا دعوا إلى وحدة عربية وإلغاء واعد بالفور وقيام دولة واحدة في سوريا الطبيعية اللي هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان الآن السؤال الخامس السؤال الخامس بيحكي لي كل من قاتي من الدول التي شاركت في إنشاء جامعة الدول العربية الأردن شاركت في جامعة الدول العربية هي واليمن والعراق الدول التي ما شاركت في إنشاء جامعة الدول العربية اللي هي المغرب الآن السؤال رقم 6 سؤال رقم 6 بيحكيه للحرية التي كفلها الدستور في عام 1952 أن تكون طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخالفة طبعا منافية للآداب اللي هي إقامة الشعائر الدينية إقامة الشعائر الدينية لازم عندنا تكون مطابق العادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام أو منافية للآداب الآن السؤال 7 المجلس الذي قرر تعيين مجلس وصاية على العرش مجلس وصاية على العرش لعدم بلوغ الأمير حسين سنة 18 اللي هو مجلس الوزراء سؤال رقم 8 المشروع الوحدوي الذي جاء تجسيدا للفكر الملك حسين بالحفاظ على ضروط الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه اللي هو المملكة العربية المتحدة هذا جاء في فكر الملك حسين عشان يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه سؤال رقم 9 سؤال رقم 9 بحكي لي العام الذي شارك فيه الأردن في المؤتمر الدول للسلام في منطقة طبعا في مدريد في مدريد طبعا في عام 1991 هذا تاريخ سؤال رقم 10 من المبادرات التي أطلقها سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون اللي هي مبادرة حقق مبادرة حقق تنمية مهارات الفرد والجماعة السؤال رقم 11 السؤال رقم 11 بحكي لي كل من الآتية تعد من القوانين النظم العمل السياسي طب هذا السؤال وين موجود؟ هذا السؤال موجود في درس الملك عبد الله الثاني في درس الملك عبد الله الثاني بالإنجازات الداخلية بالإنجازات الداخلية بحكي لي كل من الآتية من القوانين النظم العمل السياسي ما عدا قانون الأحزاب هو عمل سياسي قانون المطبوعات عمل سياسي وقانون الانتخابات التي ليست من القوانين نظم العمل السياسي اللي هو قانون العقوبات وزي ما قلت لك طبعا هذا السؤال موجود بدرس الملك عبدالله الثاني بالإنجازات الداخلية الآن السؤال اللي بعده سؤال الرقم بعده بيحكيه عن أوراق النقاشية كل من الآن يتعد من الأدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما جاء بالورقة النقاشية الثالثة بالورقة النقاشية الثالثة رئيس الوزراء له مهام رئيس الوزراء له مهام ليلة الثقة النيابية هي من مهامه وضع معايير العمل الحكومي أيضا من مهامه تبني الشفافية والحكمة أيضا من مهامه تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية طبعا هذه ليست من مهام رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء سؤال 13 سؤال 13 هو من الإنجازات التشريعية التي حققها الأردن للحفاظ على زخم المسيرة الإصلاحية كما جاء بالورقة النقاشية الخامسة بالورقة النقاشية الخامسة اللي هو استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة هاي من محطات الإنجاز التشريعي الآن قبل ما ننتقل للسؤال 14 لاحظ أنت قديش إيجع على الأوراق النقاشية إيجع على الأوراق النقاشية سؤالين دائما بالأوراق النقاشية بيجيك يعني من سؤالين إلى ثلاث أسئلة من سؤالين إلى ثلاث أسئلة هذا بالورقة بالأوراق النقاشية الآن سؤال 14 سؤال 14 بيحكيني العام الذي عين فيه مين الأمير طلال بن عبد الله وليا للعهد متى عين الأمير طلال وليا للعهد في عام 1947 سؤال رقم 15 سؤال رقم 15 المحوران الذي كان على الجيش العربي الأردن أن يتقدم نحوهما الوصول إلى مدينة القدس والسهل الساحلي في حرف فلسطين في سنة 48 في سنة 48 الجيش الأردني بحرك عبر محورين اللي هو جسر الأمير محمد اللي هو معروف باسم جسر دامية وجسر الملك الحسين فالجواب عندي إياه جسر الأمير محمد وجسر الملك الحسين سؤال رقم 16 سؤال رقم 16 بيحكي لي الحرب العربية الإسرائيلية التي كان من أسبابها قيام العمل على تدمير الاقتصاد الزراعي تدمير الاقتصاد الزراعي هاي بمعركة الكرامة عام 1900 وتمانية وستين سؤال رقم الآن 17 سؤال رقم 17 بيحكي لي القوات العربية التي استطاعت التعاون والتنسيق فيما بينها ومنعت إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية في حرب تشرين في سنة 73 هذه القوات العربية اللي هي القوات الأردنية العراقية طبعا هذا موجود في حرب تشرين آخر سطر في حرب تشرين عام 1973 منعوا إسرائيل منعت القوات العراقية والأردنية منعت إسرائيل من تطوير عملياتها الهجومية سؤال رقم 18 سؤال رقم 18 اللي هو عن موقف الملك عبدالله الأول من الحركة الصهيونية الآن بيحكي لي الصندوق الذي دعا الملك عبدالله الأول بن حسين إلى العرب إلى دعمه اللي هو صندوق إيش الأمة الفلسطيني صندوق الأمة الفلسطيني كان يدعو الملك عبدالله الأول دائما إلى إيش إلى دعمه كان يدعو العرب دائما إلى دعمه وهذا موجود طبعا في الوحدة الثالثة اللي هي بتحكي عن موقف الملك عبدالله الأول من الحركة الصهيونية الآن سؤال رقم 19 سؤال رقم 19 من القرارات السياسية التي تنم عن اهتمام الملك الحسين بن طلال بالقدس الملك الحسين بن طلال اهتم بالقدس عن طريق تشكيله للجنة الملكية لشؤون القدس الآن بدي أخذ سؤال 20 سؤال 20 سؤال 20 بيحكي لي واحد من الآتية تعد من الإنجازات الإعمار الهاشم الأول الإعمار الهاشم الأول له عدة إنجازات اللي هو طبعا ترميم المسجد الأقصى ترميم المسجد الأقصى بالإعمار الهاشم الأول الآن السؤال اللي بعده سؤال اللي بعده بيحكي لي سؤال 21 الإمام الذي أسس جلالة الملك عبد الله الثاني كرسيا لدراسة فكرة في المسجد الأقصى وجامعة القدس اللي هو الإمام الغزالي الآن السؤال رقم 22 سؤال رقم 22 بيحكي لي كل ملقاتي مبادئ رسالة عمان هلأ العدالة مبادئ رسالة عمان والتسامح أيضا مبادئ رسالة عمان وعندي تكريم الإنسان تحقيق الرحمة تحقيق الرحمة هون لعبلي بالنقطة هي تحقيق الرحمة وللناس أجمعين هون كاتب لك فقط للمسلمين لا هي للناس فلذلك هاي النقطة ليست مبادئ رسالة عمان لأنه هون تلعب لي بالكلمة غير لي بدل ما يحكي لي حكا لي هون تحقيق الرحمة والخير للمسلمين وحدهم هي تحقيق الرحمة والخير للناس جميعا الآن السؤال رقم 23 صار رقم 23 بيحكي لي عنوان المؤتمر الثاني الذي عقد في عام 2006 في سنة 2006 عقد مؤتمر من أجل رسالة عمان في العاصمة عمان بحضور نخبة من العلماء العقد في عام 2006 اللي هو الدور العملي لتيار الوسطية ونهضة الأمة هذا عقد في عام 2006 سؤال 24 المنهج الفكري القائم على اعتدال الإنسان في أموره الدينية والدينيوية بس أشوف كلمة اعتدال الإنسان في أموره الدينية والدينيوية أستاذ هذا تعريف الوسطية تعريف الوسطية سؤال رقم 25 تعد المنظمات الإرهابية التي تستبيح دماء الآخرين وتدمر المجتمعات هذا ملاقيه بدرس صور تطرف المنظمات الإرهابية التي تستبيح دماء الآخرين وتدمر المجتمعات اللي هو التطرف الفكري الآن سؤال الآن أنا خلصت الفصل الدراسي إيش الأول الآن باخد عن الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الثاني بيبلش من عند 26 26 الآن بيحكي للدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية ودعوة مجلس الأمة للاجتماع هاي بتلاقيها من صلاحيات الملك إنه الملك بدعو إلى إجراء انتخابات الملك ما بيعي النواب الملك بدعو إلى إجراء انتخابات نيابية ودعوة مجلس الأمة للاجتماع هي من صلاحيات الملك سؤال 24 سؤال 27 كل من الآتية من مهام مجلس الوزراء إعداد الموازنة العامة من مهام مجلس الوزراء اقتراح مشاريع وقواني من مهام مجلس الوزراء وتنفيذ السياسة العامة للدولة هلأ إقرار الموازنة العامة ليست من مهام مجلس الوزراء هي من مهام السلطة التشريعية لما يكتب للوطلق دائما كلمة معادة معناته في عندي ثلاث نقاط صحة وواحدة غلط هلأ مجلس الوزراء بعدي الموازنة العامة بس اللي بيقر الموازنة العامة اللي هي السلطة التشريعية سؤال رقم 28 صاحب الولاية على شؤون الدولة هذا السؤال موجود بتعريف مجلس الوزراء بتعريف الحكومة آخر سطر صاحب الولاية العامة على شؤون الدولة صاحب الولاية على شؤون الدولة هذا من مهام مجلس الوزراء بتعريف مجلس الوزراء بتلاقيه بتعريف مجلس الوزراء أو تعريف الحكومة إنه بتألف من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة وتعد الحكومة اللي هي مجلس الوزراء صاحبة الولاية على شؤون الدولة الآن في هندي سؤال 29 سؤال 29 بيحكيلي تناط السلطة التشريعية في الأردن يعني موكولة السلطة التشريعية بجهتين اللي هم الملك ومجلس الأمة مين هي السلطة التشريعية في الأردن؟ تناط السلطة التشريعية في الأردن من الملك ومجلس الأمة قمة الهرم في السلطة القضائية سؤال رقم 30 بيحكي لي قمة الهرم في السلطة القضائية وين؟ في الأردن قمة الهرم في السلطة القضائية هذا بتعريف المجلس القضائي تعريف المجلس القضائي الأردني أنه هو بمثل قمة الهرم في السلطة القضائية سؤال 31 من اختصاصات السلطة التشريعية هلا بس يقول لي من اختصاصات السلطة التشريعية يعني في عندي ثلاثة خطأ ووحدة إيش؟ صح من اختصاصاتها إنها تعين مجلس الوزراء والوزراء لا إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية لا اقتراح مشاريع وقوانين أيضا لا مساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أداءها السلطة التشريعية بتسائل الحكومة بتعطي الثقة للحكومة بتسائل الحكومة وطبعا بتستجوبها بتراقب أداءها الآن في عندي السؤال رقم 32 الحزب الذي تشكل في أول حكومة أردنية في عام 1921 اللي هو حزب الاستقلال أول حزب بالأردن طبعا أول حزب بالأردن عند إياه حزب الاستقلال سؤال رقم 33 المجلس النيابي الذي يعد انتخابه بداية جديدة في المرحلة الديمقراطية في الأردن هذا السؤال من بين الأسطر هذا هو المجلس الحادي عشر طبعا في الحياة النيابية عند الملك حسين طبعا عندنا كان هذا المجلس يعد انتخابه بداية مرحلة جديدة في المسيرة الديمقراطية في الأردن الآن عدل قانون الأحزاب في عام 2015 سؤال 34 بحكي لقانون الأحزاب في عام 2015 عدل هو عدل مرتين في 2007 كان 500 في 2015 كان 150 إذن عدل قانون الأحزاب في عام 2015 و 15 ليصبح عدد مؤسسي الحزب 150 عضو الآن في عندي سؤال 35 سؤال 35 بحكي لي جهاز ارتبط تشكيله بتأسيس الجيش العربي الأردني طبعا اللي هو ايش؟ الأمن العام الأمن العام جهاز ارتبط تشكيله بتأسيس الجيش الأردني الآن نأخذ سؤال 36 الجهاز الأمني الذي بوفر بيه آمن لإنجاح العملية الانتخابية البوفر بيه آمن لإنجاح العملية الانتخابية هذه قوات الدرك قوات الدرك سؤال 37 سؤال 37 بحكيه لكل ملآتي من تطورات التي شهدتها المرحلة الثالثة من مراحل تطور الجيش الأردني مع هذا اللي هي تطوير منظمة الدفاع الجوي هاي بالمرحلة الثالثة إنشاء المركز الجغرافي أيضا بالتالثة ضنظيم الجيش على أساس فرق أيضا إنشاء مديرية الحرب الإلكترونية هاي بالرابعة هاي بالرابعة الآن سؤال رقم 38 القوة التي جاءت مع الأمير عبد الله من الحجاز إلى معان طبعا معروفة القوة التي جاءت مع الأمير عبد الله من أرض الحجاز إلى أرض معان اللي هي القوة العربية الآن سؤال 39 منح القروض الإسكانية لمنتسبي قوات المسلحة طبعا في أي مجال القوة البشرية البناء والتعمير التعليم والثقافي الإنقاذ والإخلاء هاي في البناء والتعمير طبعا في البناء والتعمير إنشاء مباني حكومية مباني سكنية وإنشاء سدود وأيضا تقديم قروض لمنتسبي القوات المسلحة سؤال 40 من الإدارات التي استحدثت في جهاز الأمن العام طبعا في عهد الملك عبد الله الثاني في عهد الملك عبد الله الثاني تم استحداث الشرطة البيئية الشرطة البيئية سؤال 41 من أعمال مركز الملك عبد الله الثاني لتصميم وتطوير اللي إنشاء طبعا بعام 1999 اللي هو بيصنع معدات مدنية وعسكرية صنع معدات مدنية وعسكرية من هو مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الآن سؤال 42 سؤال 42 بيحكي لجهاز الأمني الذي يقوم على تنفيذ مهامه وطبعا ويختار ضباطه وفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي اللي هو جهاز المخابرات العامة من المناطق المنكوبة في العالم وتم تسيير إليها مستشفيات عسكرية كلمة تسيير يعني إرسال أرسلوا لها مستشفيات عسكرية أردنية اللي هي أفغانستان في عندي ثلاث مناطق أفغانستان والعراق وغزة أفغانستان والعراق وغزة أرسلوا لها مستشفيات عسكرية الآن سؤال 44 النشاط الاقتصاد الرئيسي للسكان النشاط الاقتصاد الرئيسي للسكان هذا يجي سؤال وزارة أكتر من مرة اللي هو قطاع الزراعة بس تشوف كلمة نشاط اقتصادي رئيسي للسكان هذا لقطاع ايش الزراعة سؤال 45 الدولة التي وقع الأردن معها اتفاقية التجارة الحرة وقع الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا سوى شراكة مع الاتحاد الأوروبي أما التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا سؤال 46 من المشاريع التي تعد من مظاهر تطور الاستثمار في عهد الملك عبدالله الثاني إنشاء ايش المنطقة الاقتصادية في العقبة هاي من مظاهر تجارة الاستثمار في عهد الملك عبدالله الثاني أنه أقام المنطقة الاقتصادية الخاصة الآن من الأمثلة على تطور الصناعات الكيموية في الأردن كيموية في الأردن اللي هي ايش الأدوية صناعات كيموية فقط عنا ايش الأدوية الآن سؤال 48 سؤال 48 بحكيلي كل من الآتية طبعا من المؤسسات الصناعية الدعم لقطاع الصناعة ما عدا الغرف الصناعية مؤسس صناعية وكذلك المناطق الحرة وبنك الإنماء الصناعي مؤسفات والمقاييس هاي لقطاع التجارة هاي لقطاع ايش التجارة سؤال 49 أول مشروع زراعي أول مشروع زراعي في الأردن على نهر اليرموك قيم على نهر ايش اليرموك إنشاء طبعا في مطلع الستينات من القرن الماضي اللي هو قناة الملك عبدالله الأول الآن سؤال 50 سؤال 50 زيارة الحمة الأردنية في الشونة الشمالية قعد مثال على أي سياحة على السياحة العلاجية طبعا إحنا الآن حلينا لكم الامتحان التكميلي طبعا عشان تتدرب أنت بالامتحان الوزاري لطلاب جيل 2004 كيف تحل الامتحان على النمط الوزاري يعطيكم العافية اشتركوا في القناة